اشهدت مع السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بمضامين الكلمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لدى تفضل جلالته برعاية الحفل الختامي لملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وأفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيسي مجلسي حكماء المسلمين وأكدت معاليها أن المضامين السامية لجلالة الملك المعظم رعاه الله تمثل رسالة سلام وأمن للبشرية وتنطلق باتجاه ترسيخ وتعزيز النهج الذي رسمه جلالته والذي أبرز الصورة الحضارية لمملكة البحرين والمستمدة من تاريخها العريق وحرصها الرفيع وما توليهم من جهد متنامي في حث المجتمع الدولي للعمل المشترك نحو عالم يسوده التفاهم من أجل تحقيق السلام الشامل والوحدة الإنسانية وعلى صعيد متصل أشادت معالي رئيسة مجلس النواب بما جاء في كلمة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان من مضامين إنسانية وإشادة بالحريات الدينية والتعايش في البحرين والذي يشكل إثراء رفيع لنهج الحقوق والأخوة الإنسانية التي تنتهجها مملكة البحرين في ظل دولة القانون والمؤسسات كما أشادت معاليها بالحقوق الإنسانية التي تناولها قداسة البابا في كلمته والتي تنعكس في أرض مملكة البحرين واحة القيم الإنسانية الرفيعة وفي ذات الصلة أشادت معاليها بالمقاربات التي أوردها فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين بشان أهمية استثمار العلاقة بين الشرق والغرب في إعلاء قيم التسامح والتعايش ونبذ العنف والتعصب وتجنيب المجتمعات والشعوب كافة الأضرار